Good morning, today is Sunday, third of May رح نكمل Workbook, page 58 Exercise B, Ask and Answer, then Write هلأ في موضوع جديد هنا اللي هو School Subjects اللي هم المواد الدراسية اللي احنا بناخدهم بالمدرسة هلأ حطلنا من ضمنهم Science اللي هو علوم Science, علوم Math, رياضيات English, لغة انجليزية English, لغة انجليزية سكر معناها كرة قدم هدول ال School Subjects يعني حاولوا تحفظوهم سمي الكلمة بالEnglish and Arabic هلأ إجينا هنا سألوا بعض What lesson شو اسم الدرس يعني اللي عم بياخدوا فيه هلأ جاوبت هلأ إحنا رح نجاوب عن هدول الفور What are they doing طيب في هذا اللسن What are they doing منشوف بعدين احنا شو بنعمل هلأ أنا ما بدي تجاوبوا السؤال التاني سيبك منه بس جاوب لي على السؤال الأول What lesson are they having على picture number one Look here What lesson are they having شو اسم الدرس اللي هون بياخدوه هلأ عندهم حصة رياضة حصة رياضة بنسميها physical education بنختصرها ل PE PE يعني physical education هلأ بنجيب ال subject ببداية الجملة اللي هو they ال R بنختصرها ل R E بعدين بنحط having بعدين بنحط اسم الدرس اللي هو PE من وين جبنا PE هي physical education اللي هي حصة الرياضة نيجي لنمبر 2 What lesson are they having هيك السؤال بدي يكون من وين جبته هذا هيني هذا هو السؤال اللي بننكرره على الفور بيكترز What lesson are they having مبين معانا طالما بتعاملوا مع numbers وaddition وهيكا معناته بدي يكون اياش math هلأ they are هاي ال R E اختصار لR having math يعني انه عندهم هلأ حصة اياش math Look at number 3 What lesson are they having A B معناته الحصة بتتكون اياش English إذن they are having English number 4 What lesson are they having هون عم بياخدوا science إذن نكتب معناته they are having science يعني الحصة اللي عندهم هي science اللي هي حصة العلوم exercise see color and write بدك تلون بعدين تكتب هلأ اللي ملون إذا حدا فيكم حلوا هذا التمرين من أول it's okay اللي ما حلوا يلون مثل ما أنا طالبة منك يا تاني عشان يكونوا sentence تبعونا مشتركة أنا وياكم نفس الشي هلأ هاي هاي الgirl من نلون اللي هات تبعتها yellow من نلون التي شيرت red السوكس black والشوز black والفلاورز هدول تبعونها من نلونهم red هلأ من نحكي عنها هاي الgirl الgirl هاي أمامنا هلأ احنا من نحكي وهي أمامنا what is she wearing شو لابسة and what is she carrying شو حاملة هلأ ليش she بدين sentence she ليش أول يا تاني she لأنه هي a girl عشان هيك حطينا she هلأ الشي شو بتاخد بتاخد is she is wearing حكينا معناها يرتدي ليش حطيت ya miss ing لأنه أول اشي في is بالجملة ولأنه البنت أمامنا شايفينها احنا وهي مرتدي هذا الاشي هلأ أول اشي من نحكي عن التي شيرت تبعها منحط أول الاشي الارتي كل أ بعدين منحط الكلر اللون بعدين الاشي اللي هي لابسيتها هلأ احنا لولنا red مزبوط التي شيرت معناته she is wearing a red تي شيرت هلأ مننكمل الهات تبعتها من اللونها يلو عشان نحكي شو هي لابسة أ يلو هات السوكس بلاك بلاك سوكس ما حطينا أ هون ليه لأنه سوكس بلورال والبلورال ما بتاخد اس and black shoes الشوز تابعونها لونهم برضو بلاك ليش ما حطينا هنا أ لأنه shoes بلورال جمع ما بصير ونحط معاها أ نيجي لتكميلة الجملة عن نفس البكتر she is carrying يعني يحمل she is carrying some بعض flowers شو لونهم لونهم red ما حطينا a red flowers لو حاملة وردة واحدة كان حكينا a red flower بس هي حاملة مجموعة ورود عشان هيك حكينا red flowers لأنه فيه اس الجمع هيك منكون حكينا عن الغال هلأ بنحكي عن البوي لو نوم مثل ما أنا عاملة الكاب yellow التي شيرت green الباق اللي حاملها red السوكس white والشوز black هلأ number two عن هذا البوي هي is ليش هي لأنه a boy الهي بتاخد is هلأ بعديها مننحط الverb بالcontinuous بالمضارع المستمر يعني مننضيف له ing he is wearing a هلأ التي شيرت تبعوا شو لونه what color is it green a green تي شيرت منحط كما الكاب لونها yellow a yellow cap منحط كما السوكس لونهم white white من غير a لأنه plural انتبهوا and black shoes ما حكيت a black shoes لأنه shoes plural بصير اش نحط هنا a لأنه l-a بتدل على المفرد هلأ منا نشوف شو carrying هاي الgirl she is carrying some flowers أو some red flowers طب البوي مش حامل flowers حامل اشي تاني حامل bag what color is his bag it's red عشان هيك شو بحكي he is carrying a red bag he is carrying a red bag يعني هو حامل حقيبة لونها red وهيك من كل حكينا عن الgirl وعن البوي حلولي هاي البي شبعتوا ليها على المنصة good luck my students goodチャ